تمديد أجال إدماج عقود ما قبل تشغيل السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد قررت مديريات التربية للولايات تمديد فطرة عملية الإدماج في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي وهذا لفائدة الموظفين حاملي الشهادات الجامعية من أجل تعيينهم في رتبة مشرف تربية ونائب مقتصد بالمتوسطات والتانويات إلى غاية الخميس وأعلنت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات على غرار مديريات التربية لولاية المدية بأنه بغيت فتح المجال لأكبر عدد ممكن من الموظفين العاملين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي للاستفادة من تدابير الإدماج وفقا لما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فقد تقرر تمديد فترة إيداء الطلبات إلى غاية 3 نوفمبر الجاري والتي لابد أن تكون مؤشر من قبل المصالح البلدية وأوضحت مصالح المستخدمين بأن فئة الحاصلين على شهادة الليسونس في جميع التخصصات سيتم إدماجها في رتبة مشرف تربية بالمؤسسات والثانويات في حين أن الموظفين الحاملين لشهادة الليسونس في التخصصات التالية وهي علوم اقتصادية، علوم تجارية، محاسبة، علوم مالية، علوم التسير، علوم قانونية وإدارية وحقوق سيتم إدماجها في رتبة نائب مقتصد شريط الالتزام الجميع بالتعاهد بالقبول بالإدماج في رتبة أدنى من مؤهلاتهم العلمية